هذه واحدة من الأشهر القصص اللي كنيني في العالم القصة اللي يدار على الفيلم The Terminal ديال ستيفن سبيل بيرك ديال واحد السيد كان مصافر من بلاده وعنده إسكار الفميريكان ولكن مع غدا يوصل لأميريكان غدا يكتشف بأن البلاد دياله ووقع فيها انقلاب وأن الباسبور دياله ما بقى صالح الوالو بلاده ما بقعتش وغدا يبقى واحد في هاداك المطار في نيويورك السنوات ولكن القيصة الحقيقية اللي تأنسبرة من هذا الفيلم أحسن وأعمق وهي القيصة اللي ستسمعون اليوم أعبر لكم الدكورة هنا تبدل السبب هو أنا مصافر ولكن قلت ما نغبرش هاداك المرة بزاف جبت ماتيريال معايا وغادي نصور هنا عندما في دبي باش ما نقطعش مدة طويلة ومبدأوا هاد العام ديال الفين ووربعة وشرين مبدأوا مزيد على قزوين أنا وياكم بدأوا الفيديو؟ يلا بدأوا فيديو قيصة ديالنا كتبدأ في إيران مع مهران كاسيمي ناصيري من أب طبيب كان خدام في شركة نفط إيرانية بريطانية ومن أم كان تربة بيت كاسف الضار كان عايش في حيات زوينة عادية بحال أي واحد مع خمسة ديالخوته حتى النهار اللي سي يموت فيه ببواه ويكتشف السر والحقيقة اللي ستخرب قوة ويتخرب قليحيته كاملة من بعد ما سي يموت ببواه سيقولوا لي هذا الخبار اللي مكانش ينتظر يسمعوه قالوا ليه أن الأم اللي كانت يحساب لي بأنها هي أمو مشي أمو وأنه ولد واحد المرة لسكوتلندية وأن أبوه كان عنده ابن غيش شرعي معها واللي هو مهران هاد سكوتلندية كانت خدام مع أبوه في نفس الشركة في إيران كانت خدام مع فرمليا ولكن بعد ما ولدته مشاهد رجعت البلادها وموقعت تشي واحد أعرف عليا شي حال غادي تقول لي ليه علش أمو وعائلته واخوته تخلى وحتى لهذا النهار هاد قالوا لي بأن هاد المرة مشي أمو هاد شي كامل باش ما يكون عنده حتى شي حق في الورد تخيلوا معي الصدمة ديالي وباهمات زيد على الصدمة بأنه وعرف بأن أمو اللي كانت يحساب لي همو ماشي أمو وأن العائلة دياله قيلوا لي هاد الخبر هادا علود الفلوس يعني صدموه باش ما يوردش معهم هاد الصدمات كاملين جمعوا ليه في دقة واحدة وغادي يبدلوا ليه الحياة ديالي من بعد هاد شي مهران غادي يقول لي يحسب راسه في شكل غريب وصل العائلة دياله وغادي بدايباع مشوية مشوية من العائلة دياله أحتى الوقت اللي غادي سيقرر يقرر شوه في الخارج وغادي امشي بريدفورد في اليوكي و غادي بداي القرأيته تت negative هاد يقرر في كلية ديال الاقتصاد اللي يدان في ديالك العلاقة الوحيدة اللي بقت عنده بعائلته هي العلاقة دياله مع امو اللي ماشي بمو الحقيقية ولكن اللي بقات تتحنى عليه وتتصف لي الفلوس باش يعيش مما وباش يقرأ المهم ما قطعت معاه الاتصال وتا هو بزز منه ما قطعت معاه الاتصال في نص اللحظة اللي وصل فيها الانجليز وبدأت يقرأ كانوا مظاهرات في ايران تورا على الشاهد ديال ايران المالك اللي كانت يحكم تم في ديك الساعة وهذه المظاهرات مكنوش غير في ايران ولكن الايرانيين في العالم كامل كانون يخرجوا مظاهرات وحتى في النقليز وحتى مهران كانت يخرج في هذا المظاهرات عقله على هذه القضية مزيان لهذ مظاهرات اللي كانت يخرج فيه مهران من نقليز لانه ما قلت يؤثره لي علي حياته من بعد المهم مهران بقى تقرأت أمه عامين حتى الواحد النهار أمه بتعطي عليه الفلوس ما بقى تصرف لي حتى شي حاجة وبطبيعة الحال ما ديش يبقى عنده باش يعيش أمه باش يخلص قراءة و باش يأكل و باش يسكن ومن بعد واحد المدة مهران اللي كان مول في يعيش حياة مريحة و زوينة في إيران حتى باش وصل وكانوا توصلوا الفلوس غدا يقرر يرجع لإيران لأنه ما عرفش كيفاش يضي بانيرات وتمك ويعيش واختار الاختيار السهل أنه يابندوني ويرجع ويرجع غير هو باش غدي يرجع غدي يلقى واحد المفاجأة وهذه المفاجأة مزويناش لأنه معه غدي يوصل للمطار ديال طهران غدي تشد وغدي يبدو معاه تحقيقات على المظاهرات اللي كانت يشارك فيهم قبل عامين غدي بقى واحد المودة تسولوا فيه وشدينوا في الحبس تيعدبوا فيه تدرو جميع انواع ديالت تعديب في الاخير غدي يقرروا يجريوا عليه من إيران غير كيف في طيارة أخرى وغدي يصيف طوف حاله تخيل معي الإحساس ديال تتكتاش بأن عائلتك ماشي عائلتك يجبشي تكرفس بلاد آخر تترجع لبلادك ولكن حتى بلادك تتجري عليك وتتصيفتك في حالك غدي يكون واحد الإحساس اللي خايب بزاف وتخيلوا معايا الإحساس ديال ما إيران هو في الطيارة درجوع مبعد ما تكرفسوا عليه ديال بالصح في إيران ومصيف طيانه في حاله بطابعة الحال مبعد ما غدي يجريوا عليه غدي طلب لجوء والأمم المتحدة غدي يعطيه ستاتيو ديال اللاجئ باش قد ياخد وراق اللي يصافر بهم في قاع البلايس اللي يبغى وتحرك بهم طريقة قانونية لأنه ما بقاش عنده باسبور إيراني باش غدي عطيه هاد الوراق قد يرجع للبلاصة الوحيدة اللي كيعرف واللي انتم ما عارفينها هي البلاصة في نقرة في اليوكي وهذه بقات مبلاه هداف مرة تيخدم بارت تايم مرة ما تيكون عنده تياخد غير المساعدات موين واحد الحياة شوية مخر بقى ما عندها تشي هداف وهو براسه ما عارف شنو يدير وما عارف ش الهدف دياله من هاد شي غديدوز واحد المدة غديدقى يصافر في أمن البلاصة البلاصة في أوروبا تيقلب على رأسه و تيقلب على شنو بغي يدير ولكن ما يلقى التشي معناه لهاد شي كامل وفين ممشى شي بلاصة واستقرفها شي شوية تيحس براسه بحله غريب في ذيك البلاصة و تيعاود يبدل و تيمشي لبلاصة أخرى ومن بعدها تشطح له واحد فكرة اللي غدي تعطيه شوية ديال الأمال و اللي غدي تعطيه هدف في الحياة باش ما يحمقش و باش يكمل الحياة وهو يلقى الأم البيولوجية دياله هديك السيدة اللي من سكوتلندا في ذيك اللحظة غدي يكون في شي بلاد في وسط أوروبا و سيشد الطريق باش يمشي لاليوكي او تاني يرجع لانه ما بقى وش عنده فضل احد الفلوس هو بعيد في شرق اوروبا و خاص و يمشي من شرق اوروبا حتى النقليز يعني يدرب من الرأس للرأس سيبقى شرط طريق شرط طريق حتى يوصل لباريز يعني ما بقى له ولو بقى له شوية باش يدوز تونيل اللي تحت لامنش باش يوصل لاليوكي ولكن سيطرع واحدة الحاجة بواحد الموصيبة بالنسبة له سيطرع له واحد الموصيبة بالنسبة له ورقة كاملة للجوء جميع وطائق للتعريف يعني ما بقى عنده حتى شي وسيلة باش يخرج من فرنسا و يوصل لاليوكي كل شي مشاليه باسبور ورقة للجوء كل شي سيطرع و لكن البوليس ممنين مش عندهم مهران باش يطرع ديكلاراسيون دياله حسو بشي حاجة مشيئة حسو بي بحالة يكذب عليهم و بأنه هما تسرقه له الموصيبة ولكن شي قاسة ما غير هما معرفوش بضبط شنا هو المشكي ولكن مهران ما غديش يبقى حقق و غدي يحاول يحرق للانجليز ولكن في أول محاولة ديال الحرك دياله غدي تشد غدي تفشلي هاده محاولة و غدي يبدو تحقيقات معاه و فرنسا غيعطيه 84 ساعة باش يخوي فرنسا لأنه بلاوراق بلا تشي حاجة هاد المرة العقل دياله غقولي واحد الفكرة اللي كفز من الفكرة الليولة هي أنه يمشي لمطار ديال شغل ده يقول و يحاول يصافر بلاوراق بلا تشي حاجة وهنا غدي تبدأ القصة اللي غدي تشهر مهران في العالم كامل مني كان نجي و نقلبه في المقالات على هاد القصة كالقاو بان شي مقالات يقولوا انه مهران تصرق ليه بصح الوثائق دياله كاملين ولكن بزعب ديال المقالات اخرى تقول كلها مهران بالعان يمشى لبروكسل و رد لكار دياله و دياله لاجئ باش ما يبقاش كل مرة يردوه البلجيكا باش يتشد في الدول الأخرين ديك ساعي مكن ما كانش شينغين يعني ما كانش ليسبار شينغين كان الدول عنده حدود و غالبا تقولوا بانه هاد شي اللي كان ترى بالصح المهم مني غدي يمشي مهران للمطار ديالغواسي شغل دياله باش يدكت المحاولة دياله يصافر بلاوراق بلا تشي حاجة ما عرفت كيفاش غدي يدير ولكن غدي يدوز سيكوريته غدي يكون عنده تيكير لندون ولكن ما عرفش كيفاش غدي يدير لانه بلاوراق بلا تشي حاجة غدي يدوز جميع المراحل في المطار مرة اخرى لفرنسا غير هو المشكل باش غدي يردوه لفرنسا حتى فرنسا ما غديش يخليه يدخل التاريطوار ديالفرنسا وغدي يطيح تسيتيوازيون اللي معلكة ما مخلينوش يصافر لتشي بلاسا لانه في ما تمشي تردوه فرنسا ما خلوش يدخل لانه ما عنده حتى شي وثائق وما يقبضوش يردوه حتى البلادو لان بلادو ما بغش تقبلو لهي هي ايران وغدي ولي عايش في هذيك لازون انترنسيونال بحل الفيلم اللي يبدلكم بالترمينال غدي يلقا في ذاك المطار في ذاك الترمينال واحد البرون واحد الكرسي طويل هذاك الكرسي طويل غدي حطفى حواجه وغدي يقول لهم انستالي في ايه وغدي تقول لديك هي داره حاطح حواجه تمام تنعس تماما باش يفاق تمشي الطوالة ديال المطار تغسل عليه تدير كل شي يعني المطار هو الدار ديالو والقيسة ديالو ستبدأ تشهر بشوية بشوية القيصة ديال المهران اللي واحد في لازون انترنسيونال لتي تيأكل ملي ريستو ديال المطار اللي تعرف شنو واقع في العالم من الكيوزك اللي تبع الجونالات في هذك المطار في هذا الترمينال واللي عايش تماما بطبيعة حال الصحافة عزيز على القيصة صبحها وهذا وغدي يوجي عنده الصحفيين بزاف يدير معه استجوابات في هذا المطار ويشوفوه كيفاش عايش تماما وحتى الناس الذين يسمعون بيه ويكونون مصافرين عندهم اسكال من شاء الله ديقول يقلبون عليه ويقومون بإصداره ويسنين لهم الزوتوغراف في ذلك الساعة وفي شوية سيقولون لهم فان من العالم كامل ذلك الساعة لم يكن في إنترنت وإنستغرام ولم يكن في إشتراكات ولكن كانوا يوصلون رسائل من العالم كامل لذلك المطار الذين يتحدثون معه ويكون فانه المهم القيصة العالم كله عرفها وفي الكثير من الناس كانوا يتعاطفون معه ويقومون بيه ويقومون بيه ويكونون مصافرين لديهم الزوتوغراف ويقومون بإعطاءهم الفلوس لكي يعيش ويقومون بإمكانك العيش ويقومون بإمكانك الفلوس التي يتحدثون له المهم كل شيء يتضامن معه ولكن مستحيل تخرج من هذا المطار ومن هذا الترمينار سيبقى بحلقك من 1988 حتى 1992 سيقتارحون محاميين لكي يخرج من هذه المحاميين ومحاميين فرنساويين سيبدأوا يحاولوا يعاونوه باش يخرج من تم ويعطوه الريزيدونس فرنسا ولكن السلطات فرنسا سيشبطع لهم يعطوهم الكارت ديالو ديال اللاجئ واللي كان قال بأنها تسرقات له ولكن اللي تكتشف من بعد بأنه بالصح ردها البروكسل سيفطها لهم لشؤون ديال اللاجئين يعني دار داك شيء قانوني سيفطها ردك الان ما بقيتش بغيت نكون لاجئ ما بغاهاش المحاميين اللي دار غاد يتواصلوا شخصيا مع شؤون اللاجئين ديال الأمم المتحدة ويقولوا ليهم سيتيواشن ديالو يعودوا ليهم كل شيء غاد يقولوا ما شهي مشكلة نعطيه الكارت ديال اللاجئ غير هو خصو يجيئ ياخدها بيدو من بروكسل المشكلة هو أنه مره أخرى ميقدش يخرج من المطار وإذا بغى خصو دياللاكار دياللاجئ وإذا بغى لكارت دياللاجئ خاصو يخرج من المطار هذه هي ديال الكبير إن تحتاج بالتعامل وإذا تحتاج إلى التعامل لكي تستطيع بكي مهران ليست قد مددد المحل أكثر غير في المطار لكن يبدو أنه بشوية بشوية في السجن عقلي ستقول لي كيف هو سأجد أن يقوم بأنه لا يمكنههً من المطار سأجد أن ينسى الهوية أصليه بشوية بشوية سأجد أن يحسن بأنه هو شخص آخر بالخصوص أنه مشهور معروفًا عن الناس كاملين والناس من العالم كامل يتواصلون معه ووحد النهار ستواصل معه واحد سيد ستفقد له رسالة وهذه الرسالة هي التي تكمل لي على هذا الشوية العقل الذي كان يزال عنده فهذه الرسالة السيد لا تستطيع احضر مع مهران بسميته ولكن ستفقد له بوحد اسمية اخرى للي مهران سيقول اليوم هذا هو انا لا تخضروا معي ولم تتعطوا لي بسمية اخرى سيقول له واحد اسمية بحال النبلاء النيجليز سيقول له سير الفريد ومن ذا كل نهار سيقول اليوم انا هو سير الفريد انا نجليزي انا ماشي هو مهران وانا ماشي ايراني سيقول لي حسب لي بأنه بالصح من النبلاء النيجليز بمعنى اخر سيطر له الفريخ واخاك المحامين دياله سيطروا احد المجهودات كبيرة بزاف واخيرا في 1999 سيقدروا يقنع السلطات فرنسا لكي اعطيه ريزيدونس فرنسا وهذا شيء في بلاديك الكارتة ديال اللجوء اللي كان ديره لهم المشكيل من النهار الول ولكن تخيلوا معي شنو غدي يوقع مني غدي يمشي مع المحامي دياله للمحكامة باش يسني وياخد ريزيدونس دياله سيقعوا ما لم يكون في الحسبان واو جونة العربية غدي يرفض غدي يقول لهم انا ما اسميتيش مهران انا ما اسلي ماشي ايراني انا اسميتي سير الفريد اكتبوا لي سير الفريد في ذلك الوراق ولا ما غديش ناخده ولكن غدي يزيد اخر بقاء غدي يقول لهم انا با من سويد امي من دنمارك يعني صافي ما بقاش عنده تاشي كونكسيون مع الواقع اعياه وما يحاولوا يقنعوا فيه المحاميين دياله ولكن ولو قصح راسك ماذا ما عارتينيش تكون انا انا سير الفريد عارف راسك كيف تقول و سيرجع المطار هذا المرة ماشي مجبر ولكن كما قلت لكم الساجين ديال العقل دياله و سيبقى بحلقك من 1990 حتى 2006 ندرو على عشرات السنين تدوز يعني واحد العذاب خائب انت عايش ما في دار ما في شي حاجة بحل عايش في الزنقة وسط الناس في جميع الفصول بلا حتى خصوصية و بلا حتى بلا هدف سيبقى بحلقك عايش في ترمينال انا تم مرد و سيكون مجبر بشي ديوه للسبيطار سيبقى واحد المدة طويلة في السبيطار حتى 2007 سيخرج منه و سيسكنه في واحد الوطيل مؤقتا احدى المطار في هذه اللحظة سيكون كل شي تيقن بانه السيد هذا ما غاديش يرجع عليها العقل دياله سيدوز واحد المدة و في 2008 غادي اعطاه واحد البلاصة في واحد الملجأ ديال واحد الجمعية اللي اسميتها ايمايوس سيبقى فيها حتى ستمبر 2022 ولكن ما زال مقدرش يخرج من السجن ديال عقله و ما قدرش يعيش بلاسة اخرى من غير ترمينال اين ديال مطار شارل دوغول في 2022 غاديرجع للمطار هذا المطار اللي هو السجن اللي تيخليه حر حر باش يكون اللي يبغى و يمشي فين بغاء و خط طيارة دياله مع مرها ما غادي توصل حيث عام مر عام غاديبقى سنا في هذا الترمينال اين حتى اخيرا غاديقدر ايطير من ذاك المطار ولكن هذا المرات الاخر صافر ليه لانه واحد نار غاديكون قادر في هذا البون دياله غاديوقف و اخيرا غاديخلي اللي كان فيه ميهران غاديموت في 12 نوفمبر 2022 و في الوقت باش مات و من بعد ما مات خلا 75 ألف أورو تقريبا حتى اكثر من 75 مليون مغربية ولكن بما انه ما عندوش تشي واري لما يعطوك الفلوس يتصرف فيهم وهو خلاو في الفوريان واحد الموضة طويلة حيث فرنسا عندك واحد العام اذا ما جاء راكلامك تشي واحد تيحرقوك و تشتو مقبارة تم المحامي دياله والناس اللي تعرفوه حاولو ياخدوا واحد الخمسة ألاف أورو من الفلوس اللي خلاق يعني داروا بروسيدور باش ياخدوا ذلك الفلوس باش يتدفن وتقبلت ليهم و مهران ما تحرقش ولكن تدفن دابا في باريس احدى المطار اللي الغواسي شاهدوكو